اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منه بالماتش لانه منفكرش في لقطة عصبية الملعب عصبية الملعب دي بتتكرر كتير فبتحصده تمام فيهميني قوي تبقى وصلة لكم الفكرة دي انه مش عشان في حصل خناقة صغيرة جوة الملعب يبقى خلاص كده في لعيبين ساعات في المست الماتش بيبقى شادين بيعملوا تمثيل بيعملوا كذا انا مثلا على سبيل المسال كمصري يستفزني منير الحدادي شوية لكن ممكن في حد استفزوا ولعب من مصر وارد برضو لكن في النهاية بعد الماتش شفنا مواساة لعبة مصر المتخب المغرب ولعبة المغرب تتقبل المواساة دي وده شيء كويس يهمني قوي ان النقطة دي تستمر وهارد لك فعلا وانا والله العظيم من كل قلب لو كانت المغرب كملت كنت هشجعها فدي نقطة مهمة قوي خلصنا قصة دي عشان انا يهمني قوي ان اي حد بيكتب كومنت يوم مسؤول عنه في النقطة دي وكمان اصدقاء المصريين في لحظة اللحظات ممكن حد يكتب كومنت متعصب ايه واحد تدي له تفكير ما تفكرش كتير في النقطة دي هو انسان متعصف في اللحظة دي عدي النقطة دي ومش هيجرى حاجة ممكن تتجاوز عبا سدناني ممكن بعد دقية ليه هدي زي ما اشرب حكيم هدي زي ما كذا هدي الموضوع عادي اشرب محمد صراح راح واسع حكيمي تريزي راح واسع سايس اعتقد اللقطة دي كان سايس فالموضوع ما تفكروش فيه اكتر من كده ناخد بس مهلنا من النقطة دي او يا جماعة زي ما قلت اي حد هيكتب كذا بحد بكاية مش عارب ايه زي ما قلت المنير الحد دي نفسه كان برضو انا كنت شايفي بيمثل كتير لكن مش عايزة اتوقف كتير عند النقطة دي هارض لك للمغرب خليني بقى اتكلم على المطش نفسه بسرعة اولا عايز اقول انه اكيد محدش يتمنى يدخل في مرمى هدف مبكر اكيد بحدش يتمنى يدخل في مرمى هدف مبكر لكن بالنظر لأسلوب لعب مصر بشكل عام والنظر لأسلوب لعب المغرب بشكل عام ده ساهم ان مصر من بداية المباراة تلعب مباراة مش متحفزة بزيادة عن لزوم وده نقطة مهمة ان مصر لما دخلت المباراة دي لعب مباراة مش تحفزة بزيادة عن لزوم يعني المباراة كنت متأكد خاصة بوجود اي من قشرة في خط النص لما ده بيدل على العقلية كيروش ان هو مصر يلعب مباراة تعطيب اللي حد ما دفعية مش هي دي اللي تفصل الاتيتيود نفسه يعني لازم لما مصر كانت متأخر في النتيجة بتلعب مباراة دي ايه اللي حصل في النقطة دي ان لعبة مصر حست ان هي ند المنتخب المغرب يعني حست ان هي قادرة عادي تبقى ند المنتخب المغرب بل بالعكس ممكن تسيطر على المباراة كمان فده نقطة مهمة ساعد في ذلك موضوع خليلو زيتش يعني ساعد في ذلك خليلو زيتش خليلو زيتش تراجع بشكل كبير اوي يعني ان كانش انت متقدم بهدف مبكر وعندك قدرات هجومية كويسة مش عشان اتقدمت هدف مبكر انتهى الموضوع انت لسه عندك 85 ديجئة تقريبا تراجع بشكل كبير اوي فده نقطة مهمة انه انه الهدف اللي دخل في مرمى مصر ده رغم انه طبعا محدش تمنى ابدا ندخل فيه هدف مبكر مهما كان لكن ساعد ان مصر يتهاجم بسرعة وتهاجم بدون تحفظ كبير زيادة زي ما كان متوقع او وارد يحصل يعني فحصل ايه اللعية مصر بتحسن انا ملعب ندي ايه ده انا مسيطر او عادي يعني المغرب بالنسبة لي مش اتفوق عليه نفسيا انا دي نقطة المغرب النهاردة زي ما انا توقعت هي بتهاجم برضو عمرها ما تقدر استقنى انا وارد اشرف حكيمي لكن اللي حصل حصل تغيير في خط النص على مستوى خط النص ما بقاش عبره اللوزة موجود ام لحبه هو لعب امام شوية لكن اللعب الاضافي اللي دخل في مباراة اليوم فرق قوي على المستوى الدفاعي يعني للاسف نسيت اسمه لحظة واحدة عشان ما كنش بقول اسامي غلط او كنش متذكر لاعب ما يصحش برضو يعني اللي هو بركوك بركوك خلى سفيان ام رابط شغل نفسه جدا بالتغطية وراء حكيمي او بركوك نفسه هو اللي بيغطي وراء حكيمي فده التغيير شوية اللي حصل اللي خلى اللي انا بقول عليه انه توقعت ان مصر مش هتقدر تستغلت تستغلت انه فيه صغرة وراء اشرف حكيمي زي ما مانجو اللي هون هنجو ده حاول ان هو يستغل لهذا الامر فيه ناس بتحاول تطلب تخش ان هي تقريبا عايزة تخش يعذروني بس ثواني وحددخل الناس وما فيش مشكلة ندردش مع بعض كلنا فالنقطة دي فرقة قوي مع المغرب ان هي الحتة دي متبقاش صغرة عنده بينما ما زال محمد صلاح بيقدم للمباراة تانية على التوالي مستوى كبير جدا على مستوى ان هو يكون محطة هجوم مصر يعني محطة اللي هي مش مش اللي عيب يستلم الكورة بيقرب منه عمر مصر لموش جدا الطبعا هو مصطفى محمد قرأي منه يعني بصورة طبيعية اصلا لا عمر موش يبذل مجهود بدني كبير جدا عشان يقرب هو كمان في الشتو التاني لما مصر اه تعادلت كان كتيرزغي كان نشترك بالفعل ومن كتيرزغي ما اغيرش كتير حالص في توزيعة مصر لكن في لاحظة من اللحظات قبل الجن الثالث قبل الجن التاني بتاع مصر زي زارا تتطول او في الوقت الاضافي ومصر جابت الجن فى ذا Stageout الجنف اضافي الاول كان زيزو تحول بقى جناح يمين وتريزجيه بقى جناح شمال والسولية والنين يبقى هما الاتنين في النص. لعبنا اربعة اربعة اتنين دقايق بسيطة خالص. بعد كده اعمل راجع تاني مودي زيزو هناك عشان خاطر هو وتريزجيه يغطوا على سرعة اشرف حكيمي ويحاولوا يساعدوا فتوح. اللي قدموا باراة كبيرة جدا. احمد فتوح بيقدموا باراة كبيرة جدا. وانا في البرنامج قلت على حاجة كان رسالة طبعا الجمهير زمالك اعتبر هو برنامج فان الهندسة برنامج اه في قناة زمالك لكن رسالة لكل الجماهير رياض عموما بقى. لما يكون عندك ناشئ ما تستعجلش في الحكم عليه. احمد فتوح كان لعيب سيء جدا 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 في اول ما صعد لنادي زمالك. كان سيء جدا. كان كارسي يعني. تحول فتوح بشكل كبير جدا. وشوف نبقى ان شوف لعيب مذهل يعني. لعيب كبير جدا جدا. ومستوى كبير امام واحد من افضل ازهرة في العالم ان لم يكن الزهير الافضل في العالم. ان كنت انا مش هعتبر هو الزهير افضل. اعتبرنا بالنسبة لي الكساندر ارنولد ممكن يكون هو الزهير افضل في العالم. لكن واحد اشرف حكيمة على الاقل من افضل 3 ازهرة هو ارنولد وكانسيلو واشرف حكيمة. اعتقدوا الافضل 3 ازهرة يومنا في العالم يعني. ان تخلن الزاكرة. فيه نقاط كانت موهمة لمصر. يعني قدرت حتى تتقومها زي مسلا موضوع الاسابات. اه حتى ابو جبل تصدى الكرة. بالمناسبة الكرة اللي تصدى لها ابو جبل دي. اه طبعا كانت كرة صعبة فيش كلام. وهو اصيف فيها وما كانش نافع ان هو يسر يكمل عليها. ما ينفعش ان انت حتى لو اخداك الحماسة انت عندك واضح عندك مشكلة في العدر الضم. عندك شد في العدر الضم على الاقل تقدير. ان لم يكن التماثق ربنا يستريع. اه الف السلام عليه والف السلام على الشنة وطبعا. الشدة دي اللقطة دي طبعا كانت ممكن تكسب المغرب. كانت ممكن تكسب المغرب. بس اللقطة دي لو تحد لاحظ كانت سبب ان ايمن اشرف يسخن. اه قصدي اه سبب ان محمود علاء يسخن. اللحظة دي لو حد راجع الكرة دي هتلاقي ان ايمن اشرف مش قادر يواكب طول لعب المغرب. ده طالع بيحجز مش طالع يلعب الكرة. فام سايب اه ام اجرد سبب على الكرة ولعبها بالهد. فاللحظة دي كيروش قرر انه انا مش هينفع ان ايمن اشرف يستمر قلب الدفاع تاني. يعني مش هيستمع مش هينفع يستمر قلب الدفاع تاني. وبالتالي محمود علاء نزل بدأ يسخن بعد اللحظة دي على طول. هو اتأخر شوية تغييره صحيح لكن في اللحظة دي هو سخن. فدي نقطة برضو حبيت اوضح ليها يعني انه في بعض اللقطات اللي بتكويس ان المدرب ياخد باله من التباصيل الصغيرة دي. هي لقطة سريعة وفي زحمة ومع ذلك لقطة او ايكيروش او واتفر مين اللي لقط يعني ان ايمن اشرف مقدرش يساير الطول بتاع لعبة المغرب. تمام تمام. طبعا ايمن اشرف يولام على لقطة راكلة الجزاء. راكلة جزاء ممكن تفديها فكرتني كتير قوي قوي قوي. ومارات مصر وتونس الفين مع جيرار جيليف كاسي الامة افريقية اللي هي كانت في دور التمانية. كما ما كانتش في دور ستاشر ساعتها. ساعتها ابراهيم سعيد كعب مش متذكر مين بس اللي سجل راكلة الجزاء كان خالة بدرة على مذكور. او ابراهيم سعيد كعب الخالة بدرة مش متاكد. اعتقد خالة بدرة اللي سجل راكلة الجزاء لكن ابراهيم سعيد راوغ مين مش متذكر. اعتقد راوغ زبير باية على ما اعتقد. ففي اللحزة دي افتكرت اسواد الدنيا في عيني قلت احنا هنفضل نلف وندور وخصوصا ان احنا عادنا فعلا نلف وندور الشوت الاول اغلب الوقت المغرب كانت تقفلة بشكل كويس قوي. لكن لكن الشوت التاني لا. احنا بقنا مسيطارين بخطورة. بقى فيه لعب. بقى فيه حاجة ممكن تقول. بقى فيه استخدام للباكات اكتر بكتير من قبل كده. بقى عمر كمان عبدواحي بيتقدم. بقى فتوح بيتقدم اخيرا. فتوح بيتم استخدامه بشكل هجومي كويس. دي عبعة رضاية خطيرة جدا بالمناسبة. لكن كان رومان سايس موجود. رومان سايس واجرد على الفكرة اللاعب مبارك وهيلة الا بس في لقطة محمد صلاح اللي في اللقطة بتاعة الجنة التاني دي. لكن قلبي دي فعلا مغرب يعب مبارا هيلة. بصراحة يعني. اللاعب مباراك وويسة جدا. رومان سايس طبعا كالعادة مدافع كبير يعني ما ما تقلقش منه الا برضا من الكرة برضو اللي عداها دي عدت منه. كان مفتر ان هو يقرى اللي صلاح بيفكر فيه ويقرى اللي بيحصل وراه. آآ محمد عادل بيقول لي ممكن حديك ترد علي. ارد عليك فين طب محمد والله انا تحت امرك. قل لي. آآ طب انا عايز في حد اعتقد الطالب اكسب عمل اآآ طلب. لا اه كان في اختفى تاني. طيب. قلنا الكلام ده قلنا الكلام ده. كنت عايز اقوليه كمان يا ربي. السلام الرحيم. طبعا تغيير خلوزتش واخراجه لسوفيان بوفال ده انا تغيير من اغرب ما يمكن. او اوكي. سوفيان بوفال اقل من المباراة اللي فاتت. مفهوم. سوفيان بوفال اقل اكيد من المباراة اللي فاتت. لكن ده سوفيان بوفال. اللي هو لما المباراة اتعقد. والنتيجة تبقى انت محتاج واحيانا وانت فريقك الفريق متأخر في النتيجة. وعندك تكدس لعب الفريق المنافس في منطقة جزاء وكده. اه حاضر يا محمد حبارود عليك الخاص بازن الله. وعندك القصة دي. فانت محتاج لعب زي سوفيان بوفال. وخاصة ان مونير الحد ده ما كانش كويس اصلا. مونير الحد ده ما كانش يعمل حاجة تقريبا. بالعكس ده انت الى حد ما خسرت الفكرة بتاعت اشرف حكيم. فدي نقطة انا مش عارف يعني ايه ايه المنطق انه سوفيان بوفال طلع بصراحة ريحني. انا كنت سعيد بخروج سوفيان بوفال. طبعا اشكر كل الاصدقاء المغربة اللي بيهنوني في في الكوميتس وبيهنون الناس. طبعا دي بس ده دل على طب اخلاقكم وروحكم الجميلة جماعة. ودي حاجة يعني على العين والراس. وهارد لك للمغربة. وهارد لك للشعب المغربي اللي دايما كل الحب ليه. والخناء اللي حصر دي ممكن شو بسوط منها قوي. لكن انا متأكد وواصق وبعدها ان الامور هدية بعد كده هي شدت ملعب. اه اه لا في بعض التدخلات العنيفة من لعبة مصر على المغربة. والتدخلات من لعبة المغربة على لعبة مصر. يعني كان في تدخل من اه املاح على السلية. تدخل من ركبته على ركبة السلية مكادش كويس ابدا. في تدخل برضو اللي هو اللي حصر فيه الخناء برضو وكانش افضل شي على الاشرف حكيمي. ففي تدخلات قطقوية. لكن بشكل عام انا واثق انه بعد المطش وده اللي شفته انه المواساة دي وانه الروح دي هتفضل مستمرة. لانه فعلا الكل اللي تبنى عليه في المباراة في الايام اللي فاتي دي ما ظلنا شون هيروحها دريع. او اتمنى. اه حبيب يا مصطفى متشكر جدا. من المغرب اه حاية تمسيمو من المغرب مبروك لمصر. مهم اقصتنا مصر لديها سبع القابلة متوكسينة سرولين التي اتت حركة الكاميرا على متن الزودياك. اه لا هي على فكرة ما جاتش الكاميرا على متن الزودياك. بالمناسبة دي مغلطة يا حاتم. اه هما ركبوا الزودياك ده عشان يوصلوا للمطار. كان ده طريق مختصر. بدل ما يلفوا برا كتير. خدوا الزودياك ده لمطار ركبوا منه الكاميرا. عشان مسافة مستحيل تسمح بزوديك. عشان تبقى بالمناسبة يعني. خدت وسط مصر كان متقلق. اه يعني خدت وسط مصر بدنيا كان متقلق. يعني السلية والنين يقدموا مستوى بدني خرافي بصراحة. مستوى بدني خرافي. اه في نهاية المباراة بالمناسبة السلية رجع بقى قلب اتفاع ثالث. بقى الملعب خمسة. محمد عب عظيم ازايك? وحشني والله. محمد عبد المنع امتداد لجده قصدك. الفين وعشر عبد الرب او شنو تماني. او لو تفتكر احمد كان احمد سعيد اوكا كان حسنش حسن استعام به كده طبعا مع الفارق ان عبد المنع اثبت نفس حكتة من اوكا. لكن حد كده جه من حيثه لا تعلم يعني واثبت وجوده طبعا. في بعض الضقائق رأينا مصر تلعب اربعة ثلاثة ثلاثة في الهجوم طبعا ما هو اصلا اغلب الوقت مصر بتاع باربعة ثلاثة ثلاثة في الهجوم. ده ده يعني الاستثناء ما تلعبش اربعة ثلاثة ثلاثة في الهجوم. كمغربية مبروك لمنتخم مصر والله يستهل. اشكرك. اه الهدف ان يبكر صادم مصر اخرجه من العقلية كيروش الدفاعيه كأنك لعنى المغرب قصر على لعباتهم. ده اللي انا بقوله. ده اللي انا بقوله. اه محمد العبادي. ليه زيزو مبدأش حساسي مكان مرموش? لانه مرموش بيقوم كل بحسن من زيزو. زيزو ممتاز. زيزو ممتاز. زيزو ممتاز. وانا بحبك يا محمد الله. زيزو ممتاز فعلا. حتى اه مصراحة النهاردة يمكن اقل مصراحة ليه بس برضو. بس برضو الكورة اللي مررها اللي مررها الصلاح دي كانت ممتازة. يعني على طول عينه القدام وانبصها بشكل ممتاز جدا. اه اه يعني انا انا عايز دايما الناس تتحمل اي حد يكن متعصب. عدوا يا جماعة الامور. صدقوني والله العظيم. الحب هو اللي حيستمر. لانه فعلا اه يعني هو هو ده فعلا اللي مبقلنا. وما يغرقش تعليق ولا اتنين مش مش هي دي الكصة يعني. لس بطل العدلية للحراس يا ابراهيم. اه ممكن تعود لحاجات كتيرة. ممكن سوق حظ. ممكن تدريبات. ممكن اه حاجات كتيرة. مش عايز مش عايز افطرد شيء. مش عايز افطرد شيء. من غير ما من غير ما يكون عندنا كل المقاومات المعلومة يعني. فدي برضو عشان ما نبقاش اه ظلمين. عشان الناس عايزة تظلم. يعني او مش عايزة تظلم. عايزة تحكم ان عسام الحضري تدريباته هي المصيبة دايما. لا مش ضروري. مش ضروري يعني تكون هي دي القصة كلها. تعال نشوف ايه تاني. سلام عليكم الاخوان انا مغربي دهشام اه المحمدي ونقل غير الحق. مصلعبة احسن المغرب وتستاهل فوز وديما المغرب. ديما مغرب وديما مصر حبيبي. وهارد لك وان شاء الله بازننا المغرب بتفرحنا في تصفات كاس العالم. صفاء دي سوي احنا وصلنا لمستوى فكري حلو قوي. ايه اصدق في الملعب يعني احنا التزن النفسي النهاردة كان كويس جدا بس اول ربع ساعة تسرعنا جدا وتعصبنا بعد الجون لانه كان جوم اللوش لازمة كان ممكن تفاديه كتراك للجزاء مش افضل حاجة خلص ما اشرف حاجة من ايمن اشرف فعلا كان ممكن تفاديها لانه مكان منطقة ميتة وانت بعيد عن الكورة اشوح كيب اصل اللعيب سريع لكن خلاص خلينا نسل فات يعني. الزهير الشمال فتوح في مصر مش اخد حقه اعلاميا بس العيب كبير. اه والله محمد هو فعلا بس بدأ ياخد وجايا جايا يعني هو يستاهل كل خير بصراحة احسن زهير في البطولة حاجة عظمة يعني. رأيك في صبح عطى مستوى مطبئن ولا ايه نهلة محي? اه والله النهلة هو ما اختبرش يعني كرة واحدة بس اللي لعبها ببوكسجام مش افضل شيء. وفيه كرة تانية طلع مسكها او طلعت شاطت عليه بسيطة كاد ضعيفة فهو مختبرش. لكن محمد صبحي حارس عظيم. هو حارس مستقبل بتاع مصر مفروض يعني. يعني آآ آآ كل الحراس حاليا في مصر اللي هم المسكين اندية وآآ 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 وآآآ يعتبر كبار في سن يمكن والله هارد عليك بس لما هنخلص اللايب ان شاء الله. آآ كريم يسري مومو الافضل في العالم. بصراحة محمد صلاح رد على كل حد قلل من مساهماته مع منتخم مصر. محمد صلاح لعب مباراتين هايلين امام كوتيفور المغرب. يعني احنا اتكلمنا فنه هندسة عن دوره في مبارات الكوتيفور. ازاي محمد بيكون هو المحطة اللي بين عليها الهجمات تتمرر اي تمرير امامية اغلبها بتوصل محمد صلاح الاول. بيدي ضهره بياخد المدافع في ضهره ويبدأ يتحرك بالكورة. عمر مرموش بالمناسبة ديني جدا في الكورة اللي طلعه رومان سايس. طبعا ببراعة رومان سايس من المدافعين اللي بحبهم جدا. اعتقد ان لم يعني تخني الزاكرة وافضل مدافع عربي حاليا. انا كنت دايما بعتبر عيسى مندي وافضل مدافع عربي. لكن رومان سايس تفوق عليه في فترة الاخيرة. رومان سايس طلع الكورة. بس كان المفترض ان ان عمر مرموش ياخد سايس في ظهره. ما تدلوش فرصة ان هو يلتش الكورة برجله. انت فوت تاخد في ظهر تحمي الكورة تماما. لكن هو ما حماش الكورة. لو كان حامد الكورة كان راح مفراض كان ياما سجل او على اقل حاول ان يسجل او اضطرد رومان سايس في الكورة دي. لاي بترك نيلة بتلاقي من عمد عبدالله دايما بيفضلوا لي مساحة زي جول في ماتش السودان اللي هي متفق عليها. هحتاج اشوفها يا احمد. احنا طبعا سرعة اللقطة وكده متخلينيش تشوف ايه الترتيب اللي حصل. لكن خلينا شوفها تاني عشان راحكم على اللقطة دي ما يفعش. يعني مفترض انها متبقاش صدفة. يعني لو تكررت بالشكل ده مرتين. نفترض انها مش صدفة الى حين احنا نشوف. يعني برضو ما تقدرش تجذب. طبعا ما حد ما فكرتش ان انا اتابع بتاع الكوروكوروكونية قدام السودان لسببين. اول حاجة دي كانت اول مرة لولا من نوعها فمش دروري انت تبني اول ده تاكتيك. حاني حاجة برضو مع كامل احترام من تاخد سودان برضو مش افضل شي كدفاعيا فايه ممكن يكون بس مجرد سوق رقاوة من لعب واحد. فلكن تكرارها ده يخلينا افضل ابص ابص عكرة. واحد لعيب هو مش اطول شيء مش اطول حاجة. ومع ذلك يبقى تاني مرتين خليم الرقابة ويحلع بالكورة وراسه كده. ده حاجة تستدى ان احنا نبص عليها. وبالمناسبة انا فضلت قاعد على قلبي بعد بحاجة سيطلع لانه المغرب كم هائل من الكورات السابتة اللي جابتها. وكل لعيبة مصر آآ قدرت نهاية تتصدى لهذا الامر يعني وده كان شيء مدش لانه عندنا قلبين الدفاع في الفترة اللي هيكت وقت كورات السابت ده كان مين? كان ايمن اشرف وعبد المنعم اللي هما مش طوال. فكان شيء مدش هي كورة الوحيدة اللي عادت هيكت كورة مش سابت. كورة متحركة مش كورة سابت. محمد عبد المنعم انذارين البديل. محمد عبد المنعم انذارين هو كاخد انذاره قدام كوتيبار مش عارف. ما كتبش ميسيز نيكس معتش يعني. آآ مش عارف. اتمنى لو محمد عبد المنعم انذارين هتبقى مصيبة تانية. لانه هتبقى مشكلة كبيرة. احنا واضح ان الحجازة مش هكمل باللي انا شايفه ده كده. ده لعب آآ يعني اتمنى بيكونش تمزك في العضلة. آآ اتمنى. خروج سوفيان بوفال كان له تأثير كبير على مردود السرسك الاخير من الملعب. مبروك من طفل مصري. طبعا خالد. هارض لك حبيبي. حظ اوفر المغرب طبعا من تصفات كاس العالم. بازن الله. بازن الله تخرج مزفرة من تصفات كاس العالم. سوفيان بوفال كان تأثير كبير. شايف انها غلطة كبيرة من خليل زيتش بصراحة. ريحنا جدا كمصريين. ريح حتى فكرة ان المغرب ما بقاش تلعب على جبهتين. آآ فدي مهمة والتصدى بجابة العالمي فعلا. تصدي الريفليكس بتاعه علي جدا في اللحظة دي. قريب كورة قريبة وهد قوي. مش لعيه مسلا بيرجع الورا وبيلعبها. لا ده هو واحد داخل كده. فكونه طلع الكورة. هو ممكن يعني يعني هو كنت لومه خالص لو ما لمس الكورة. لكن هو كنتش هلومه لو لمس الكورة وداخدت ايده ودخلت او ملحقش اكتر من لمسة. لكن هو يكونوا لمسها ويبعدها كده تيجي دي حاجة عظمة بصراحة يعني. وبصراحة ابو جبل عشان برضو انا دايما انا راجل مؤيد لحمد عواد. انا شوك محمد عواد دايما حارس افضل في الزمالي. لكن انا بتطمن من ابو جبل في الكورة الليه في حيزه. ما بيخزنيش في الكورة حيز ما بيصعبر تكورة يعني نادل لما الكورة تخش وهي في حيزه. هو بس ابو جبل عنده مشكلة في الرشاقة شوية احيانا. لكن كورة في حيزه صعب جدا تخش فيه. فبرافو والله يعني تصدي هائل. ما هو رأيك بكروش والذين كانوا يهجمونه في البداية. رأيه. هجوم كان مبرر. بصراحة كان فيه تخبوطات كتيرة بعملها كيروش. هو احنا مباراة اوحش مباراة لعبنها ايه? مباراة نيجيريا. مباراة نيجيريا كانت مليئة بالتخبوطات ما يفعلش يحمل لمهوش عليه. فهو لكن كان بيجرب. يعني ممكن تابع انه كان بيجرب. لكن في تجارب كان مبالغ فيها بين وبين. حتى النهاردة برضو فكرة ايمن اشرف خط النص مش شايفة افضل شي بصراحة. هو بس حاول ان هو يعمل جابهة بايمن اشرف فتوح قدام اشرف حكيمي. لكن الحقيقة ان الجابهة دي بقى كانت فيها مشكلة جبيرة قوي في الهجوم. عملت في بعض الاوقات انا حتى سجلت عندي نوت. لما تتعادل ماتش. انا سجلتها نوت كده عندي. هشوف هشوفها امتى? لما اتعادل ماتش حاولوا تلاحظوا في ديئة معينة. ازاي ايمن اشرف بعمل عائق امام بناء الهجمة على الجانب الايسر. لان هو لعب زيادة في في نص الملعب. اه اصلي في الطرف الشمال. ايمن اشكرش ايسرح ينروح على على اوت لدرجة على الخط لدرجة لنروح يلعب اوت يا عم طب ما تسيبها الفتوحة وجد. ده غصب عنه. غصب عنه في الموطة دي ان هو اه يعني مفترضي متذكر بس طبعا في النهاية يعني مش حلوم هو اللي لعبه في المكان ده. اه فايما ايو دي اه واحد وعشرين خمستاشر تقريبا. لا. لما لو ماتش تعادل تتابعوا لقطة دي. ايمن اشرف واقف في المكان اللي فيه فتوح وعمر مرموش. فتلاتة في المنطقة دي صغيرة. ولا عاقل عاقل عمر مرموش يتسحب زي ما يقوله بقى فيه تركيز عاقل جابها دي. وعاق صعود اه احمد فتوح. فلما ايمن اشرف ما بقاش يركز في القصة دي في الشوت التاني. وهو اشترك اصلا بين الشوتين بقى 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 فتوح بدأ ياخد شوية قدامه وبدأ يفتح جابها في المنطقة دي شوية. وكان شيء مهم يعني لنا. اني ليه دور حلو? طبعا اني رائع. تعالى ناخد كده حد عبدالله محمد عايز يخش معاين. تعالى عبدالله. نسمع رأيه عبدالله برضه وبعمل له قاية دلوقتي شنسمع رأيه. اني اللي دور حلو جدا لانه دفاعيا اني ممتاز. اني وقت الضغط بيضغط ووقت التحليق الصح بيحلق. ليقى بدانية خرافية فعظمة بصراحة. احمد انا بعدتلك الاكسبت. فمعرفش انت لسه ما دخلتش ولا ايه معانا. رامي لدوان الشناوي او حمدي فاتحي راجعين ماتش الكاميرا ولا? لا حمدي فاتحي والشناوي برا البطولة والمش هيشاركه بعمل على الاف كساعة من دي لان صار. لا حمدي فاتحي ممكن. لكن الشناوي يعني مع مصر لسا. الشناوي حسن ما انا فهم انه هو تمزق عيض شهر. يعني الف سلام علي طبعا رب نشفيه وعفية. لكن حمدي فاتحي كانوا بيحاولوا يجهزوا المباراة النهاردة. فاعتقد ان طالما بيحاولوا يجهزوا مباراة النهاردة مفترض يبقى جهة الزبارة الكاميرا. انت حنشوف. طبعا لو لو حنستمر الموضوع ايمن اشرف ده لا. يبقى حمدي فاتحي طبعا احسن يعني. لكن انا دايما شايف انه لو وجود اه اه تريزيجية او زيزو في خط النص. ممكن يدينا يعني بعض النفق. بيدينا بعض النفس الهجوم بسراحة. اه سلاسي بالشكل ده الخط النص بيبقى صعب قوي. بتاع اه اه صديقنا اللي كان عايز يخش معانا. لو حد يا جماعة عايز يدخل اه يتكلم معايا يدردش في حاجة ينور قبل ما نقفل. ارضية الملعب طبعا مؤثرة جدا بكرة اتنطت في المساطل على الارض كلها. اه اه ارضية ملعب احسن بكتير يا رامي من الملعب اللي فاتت. احسن ارضية مصر ملعب او مطش مصر وكوتيبور واحنا وانا هنلعب في ملعب جابوما تاني في مورة المغرب بصراحة لكن الحمد الله هو المصر اتنقل من قبل ما يتعرف مين التارفين. فاوزي الصاوي ابروف يا فاوزي يال. قلت لك ابروف عشان نخش لو حاببت يدردش معاني. اه لكن لا يا رامي بصراح انا شايف ارضية الملعب مكنتش افضلش ايه. ازاكا فاوزي. ازاكا باش عامل. اعمل ايه كويس? تمام الحمد بالله. ايه. وابروك. اللي بارك فيك. مين شايف احسن لايب في الملعب شو النهاردة? الله انا اتوقع اعمل عب مينعم. عب مينعم واحد من احسن لايب صراحة. يعني عب مينعم فتوح وفتوح مثالي تفوقع نصر من النار. وفتوح افتوح كما اقفل على الحكيم النهاردة كتير صراحة. عايز تقول حاجة معانا مفهم? لا انا شرف ليلة انت اتي مع حضرتك بس في اللايب. انا خليجي يا حبيبي. انا خليجي انت نور تاني. امرك علينا وان شاء الله تكمل ونفوز على الكاميرا وانا حتبقى لها طعم حل ونفوز على البلد المستديد دايما بقى لزيزة يعني. بس توقعاتك ايه? توقعاتك بس التحكمة يكون معاهم. اعتقد كده. ما تفترضش حاجة قبل ما تحصل. يعني. انت احنا انا مش عايزين نفترض حاجة قبل ما تحصل. اه النهاردة في لحظة من اللحظات فيه كان فاول كده حاجة ما كانتش موفق فيه خاصة الفاول اللي هو يرعبنا كلنا اللي هو صد منطقة الجزاء بتاعت مونير حدادي. اه. اه. كثير سانة الاصلقاء المغربة يعني. انا انا ممكن لعيبي مصري يمثل احيانا او كده بس انت ريزيجيه في اخر اللقطة دي. لكن يا جماعة برضو في ناس بتمثل في المغرب عادي. يعني انا مش بقول ده عادي. انا محبوش. بس ده حصل من جنبيني يعني. عشان بقى اصول الناس مصريين بيمثل. لا او مونير حدادي يمثل برضي يعني. اصول المونير مهددي مغربي مش مصري. لكن يعني اه. مغربي اه. اه. اتمنى لا اما احصلش احنا مفترض اللي يتجاوز كنتي بجواره المغرب مفترض من هو يبقى اهل ان هو يتجاوز من كاميرو. نتمنى طبعا موضوع الضغط الجمهيري وضغط التحكيمي ده يبقى مش افضل شيء. يعني عندي ثقة انه ممكن يلقوا حكم ما بتأثارش او بالكلام ده. يا رب يعني. يا رب يا رب يا رب اتمنى اتمنى والله. البطل يصمع في البطولة لو مرة اه يعني دي المقولة دي لو متحققتش مع مصر تبقى غريبة جدا يعني 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 مصر لو كسبتها تبقى قابلك مثال على المقولة تتقالك يا سعاد البطل يصمع في البطولة يعني. بس فربنا اكرب. ان شاء الله. نورتني حبيبي مرسي. حبيبي. سلام. مع السلام. مع السلام. بس تيتي. ده اللي انا قلته. وده اللي عندي. لو حابب حد يقول حاجة تاني. مصر لعب باتين واربعين دي في مراتين هتستيعاني من ناحة الموجودة البدني. نقطة مهمة قدر بعمل فقلا. هتمنى ما تعانيش. هتمنى كمان مش بس عشان متين واربعين دي. هتمنى كمان لان احنا لعب مريحين حنبيح يوم كمان. بس كنا كنتوا مبسوطة ان احنا لعب الخميس مش هنالعب الاربع. آآ فده شيء كويس في مصلحتنا برضو. هتمنى ان يعني ما يبقاش نقطة ضدنا جامد. برضو في فا اربعة تيام ممكن ان شاء الله نحط فترة تراحها مع اول اربعة. يعني لو احنا لعب نرحين ثلاثة وكاملنا انت رايح اربعة. غير لما احنا رايح اربعة وكاملنا انت رايح خمسة. دنيا بتبقى احسن شوية. فا رب نكرم. كريم يوسف ليه ما عرفنا شميس الكرة بعد ما تعديلنا. آآ والله بص عايز اقول لك حاجة احنا جات لنا فترة يا كريم. الكور السابتة متتالية. مش اصلا ما فيش حتى احنا مش قادرين ناخد فرصة ان احنا نبدأ نتحرك بالكورة اللي قدابة. واقعات كتيرة قوي ما كنا عاجزين في النقطة دي. لان لان الكورة اصلا بتاخد وقت كبير انت متخيل ان انت مش هافير ان نتقدم. لاجه الحقيقة المغرب المستهيس. ايضا ضغطة شوية بس مش ضغطة وصلة لما تتجزعج باللعب العامة متحرجة. اغلبه كور سافة. في بعض الاوقات انت برضو لازم تاخد بالك انه انت المنافس احيانا هو كمان بيطلع الفوران بتاعه يعني تمام ممكن المغرب يقول له ليه ما درناش نتقدم تاني بالكورة بعد ما هسا جنا هدف التقليل. فده بيحصل في الكورة احيانا. المغرب مش فريه سهل ان انت تواصل السيطرة عليه طول المباراية. عتمان بن منصورة بالكورة اشقائنا في مصر على الف شكر يا عتنان وان شاء الله يعني بازن الله التوفيق للمغرب. بازن الله في تصوير. فوز الصوي. حبيبي يا فوزي. وان شاء الله مصر بازن الله الفوز لمصر. لا انت وقعت ان انا حفوز المغرب بس متخافة جدا مما تشجعي حسا ايطلو بيزبط الكاميرا. ربنا اصدر. ربنا اصدر. هنقولي بس ربنا يكره. محمد اسوان يا اسوان يا ابن اوار احلى محل للحبيبي يا محمد. شكرا لفوزي انا معشاك والله على راسي. حابد المنعم ايه رايك في عمر كمال كباك اساسي للزمالك المسلم قادم اي حاجة غير كده دي بقى تهريك طبعا. آآ مفيش كلام يعني احنا عندنا آآ يعني لا مقاراتة بكل بكات من الزمالك دلوقتي لا طبعا آآ عمر افضل حاجة. ومحمد عادل هو لو انش جاهز بالنسبة مية في المية لو كان لو انش جاهز بالنسبة مية في المية كان نشترك النهاردة واضح انه مش جاهز. وبالتالي آآ ممكن يمجهز على المباررة الاخيرة مباراة الكاميرون بازن الله بازن الله. آآ كريم يوسو يتوقع صفك الدياز ليفر جابها للضغط على صلاح في التجديد. وارد ممكن لكن هو عموما ليفر فول بيعمل حساب للمستقبل. دياز لعيب اللي هو ممكن يستلم هو جوتة بقى قبل بعد صلاح وفرمينو ومانيه ممكن يبدأوا يببار في صلاح ومانيه بالذات يعني لو باعتمدوا كمان على سرعتهم. فدول كويس هو لازم ليفر بولي جاهز مستقبل قبل ما يخسر الحاضر. يعني بايرن عملها كده. بايرن راح جاب كومان وراح جاب كان في فترة اسموئيل اللي هو الجناح البرازيلي مش فاكره. وهو راح جاب اكتر من جناح او جاب جانبري وجاب زي ما قولك اللي هو اسموئيل ربي اللي هو راح ليوفينتوس وهي جاعة ده. آآآ كل دول عشان يجهز لمرحلة ما بعد ري بري وروبن. فحتى مش لازم بالضغط حتى لو في حالة انه صراح بدأ يكبر في السن او مستوى قل او قرر ان ينتقل كل الكلام ده يعني كل دي احتمالات في النهاية اي دوغلاس كوستا بالضبط الربع عليك. فكل دول اللي عالين دايما لازم للفريق جاهز لفاي فريق كبير مفترض ان هو يجهز لمرحلة ما بعد اللعب او على الاقل بتاح السوبة الخفاض مستوى او مش بس الضغط عليه في تجديد الضغط عليه ان هو يوصل المحافظة على مستوى عشان خاطر الفريق مستوى ما يقلش خاصاتها باعتمد على العيب زي محمد صلاح فهل من افضل العيب. تحكيم الافريقيا هاتباحنا قدام الكاميرون كاريم يوسري ان شاء الله مااتباحناش بازن الله. يعني بازن الله مش هاتباحنا ولا حاجة. ما تحاولوش تفترضوش المصيب قبله بقوع يعني. ان شاء الله مايحصلش حاجة. يعني كاميرون تحكيميا مدام جزر القمر بس اللي كان فيها مشاكل. لكن وحتى بعض الناس شايفة انها طرد برضو الطرد اللي حصل الاول ده. فمش هادر افترض ان هما. لا وكان فيه برضو راكلة جزاء الدمبرقينة كوميديا كده. راكلة جزاء التانية عن ما اسكت. التانية لان نقول لك ان صحيحة بالفهم ايه. كاوز استطاوي توقعات ايه كابتان فورس الالف كاس عامل ان ده. ده يعتمد على اللعيبة اللي هتكون مع الاهلي اللي اهلي خسرانا عدد كبير من اللعيبة. بس ما ننساش انه منتيري نفسه خسرانا عدد كبير من اللعيبة افتصفات كاس العالم. اللعيبة مكسيكيين يعني متخب المكسيك. فا يعني الفرصة الاهلي لو تخطى منتيري يقول عنده فرصة دهب ان هو يوصل لنهاية كاس عامل اندية. لكن مش امول مش سهلة ان عدد الاصابات وعدد الغيبات مش قليلة يعني. اه سائد شاعد الف ابروك لمصر فلسطين يا حبيبي يا سائد والف ابروك لمصر والف ابروك لكل اللي مشجعها. وغيرت لكل المغرب خلق مشجعها وتحياتي كل اللي حبيبنا في فلسطين يعني. اه خلاص يا جماعة احنا قلنا يعني قلت كده مسا عليكم. بالمناسبة للمسمعش اللايب الاوله. اه ممكن انا هطلع لايف تاني ساعة احداشر بازن لها على تيك توك برضو هنتكلم كده. وندردش على اللي حصل في المباراة. هنعيد شوية حاجات طبعا لكن احدا برضا حبيبي يدخل يدردش معي. ان شاء الله يبقى فيه لقاء تاني يعني كامل ساعتين بس دلوقتي المطش بتاع المطش الاخير في دور ستاشر دور التماني حيبدأ او بدأ بوردي فهنا اتفرج عليه وبعد كده برجع لكم ان شاء الله على تيك توك خلاص. اشوف عبدالبانا باخر سؤال عشان برضو ما زعلكش. الاول حكيم حكم علاء من خمفيش عراء اموك بالانس يا حبيبي. ان شاء الله السمكات الجديدة تفوق انا شوية حكم ونوصل نرجع تاني للنفذة عن باكس دور الابطار. عبدالبانا وليه لعبت لزمالك ومنتخب بتبقى مش ان شاء الله عليهم مع الفريق بحس انه مش قفضة حوالهم ليدaju هل دى من الكارتين ولقيه زبط او وارد لكن اي برضو لأ اوي spirit وانت ابو الفتوح على فكرة كان مع زمالك كويس بس الناس اعد بتتأوفر عليه. خل بالك برضو ابو الفتوح بيلعب مع منتخب بيلعب다고 وحفظ اكتر من زمالك ذامالك بيهاجم طولوقت فممكن فاتوح ما يكون شاف درشي دفق علي وبيلعب. عجابها كلها لوحده. لكن مع مصر احنا مش بنلعب عجبها طول الوقت لوحده. لنقطة. التركيز بيفرق في البطلات المجمعة عزيز ومع الزمالك يمكن افضل ان المنتخب المناسبة. آآ آآ مين تاني? آآ مين تاني الونش مع الزمالك رائع. يعني مفيش مقدرش اول ايمكن ابو جبل كانش افضل شيئ لك. انا ابو جبل في فترات كان متقلق فيها مع مع الزمالك. فلا ما بحيثش ان فيه فرق جبير او من اللعب ازاي. مدالك زمالك مع الزمالك ومع المنتخب يعني. بس يا شباب انا نصوب جدا اللي كنت معاكم. وزي امرت لكم كمان ساعتين هلوم مع بعض على تيك توك تاني لو حد حابب ينضم وحد حابب يداردش معي او واجه اللي وجه انا هكون سعيد بي طبعا. اوكي? يلا بابا.